اشتركوا في القناة تحسين الخدمات وتطوير البنى الخدماتية اهداف يسعى لتحقيقها مشروع تعزيز القيادة السياسية للمرأة والذي ينفذه طاقم شؤون المرأة بتمويل من التعاون الاسباني احنا بدنا دور الهيئات المحلية يكون ناجح وفاعل بالمجتمع وبدنا دور العضوات كمان تكون فاعلة في هاي الهيئات عشان تكون تجاربهم ناجحة يكونوا كمان نماذج ايجابية للنساء اللي بتليهم اهم مبدأ موجود في هذا المذاق هو على اساس المساواة على اساس العدالة وعلى اساس التشاركية ومشاركة النساء ليس بوجودهم في صنع القرار وانما مشاركتهم في صنع القرار تغيير الصورة النمطية لمشاركة المرأة في مجالس البلدية واقتصار دورها على ذكر اسمها وحضورها الصامت خلال الاجتماعات البلدية فقط مسائل اصبح تغييرها ضرورة حتمية لتغيير التصورات البالية وصولا الى استنهاد المجتمعات ولتحقيق تكافؤ الفرص تعميق اللي هو التنصيق ما بين وزارة الحكم المحلي ما بين المؤسسات اللي بتعمل على بناء قدرات النساء سياسيا وبناء قدراتها للوصول لمراكز صنع القرار مثل مفتاح طاقم شؤون المرأة هذا بحد ذات وانعكاس لا نهتم بتمكين العضوات وتدريبهم وتوضيح كافة القوانين والانظمة الناظمة لعملهم وتوضيح والواقع اللي هم عايشات فيه تتيح هذه الورشات تعزيز النهج التشاركي في المراحل المتعلقة بالسياسات والتخطيط واتخاذ القرارات كافة من خلال تبني نظام تخطيط موحد وفتح المجال للعضوات بالمشاركة بفعالية في أنشطة يتم طرحها ضمن برامج نسوية تفاعلية العمل على تمكين النساء اقتصاديا اشراكها في الخطط الاستراتيجية أن يكون هناك فيه موازنات حساسة للنوع الاجتماعي في داخل المجالس المحلية والعمل على خلق الوعي المجتمعي في داخل المجتمع المحاية تجاه قضايا المرأة وقضايا العنف ضد المرأة وقضايا أخرى تفاعل دور المرأة في المجالس البلدية رغبة يجب أن تنبع من نفسها وإيمانها في تحطيم الصورة النمطية السائدة في المجتمع ما ينعكس لاحقا على نسبة التمثيل النسائي بعد أن يلمس الجمهور حقيقة التغيير ترجمة نانسي قنقر